موسيقى نظر أن العلبة ستتسلم بكاملها ومخصوش يتم الفتح ديالها وأنك يمكن لك تصرف كمامة بكمامة فالعلبة ستعطاها بكاملها باش يتم هناك يكون هناك حفاظ على النظافة وعلى إيصال الكمامة في واحد الظروف اللي هي سليمة وكتحترم جميع المعايير اللي كتفرضها المنظمة العالمية الصحة في خصوص هذه وباء كورونا موسيقى زيما إلا كان الإنسان غد يعطي كمامة بوحدة بوحدة فهذه العملية ما كتخضرش المعايير ديال النظافة اللي خصت تكون لأنه يعني كيفتح العلبة وكياخذ منها وحدة وقصو يزيد أو تاني تانية يعني هذة العملية هذه فهي مشي عملية لي هي سليمة طبعا وكي هناك مواد أخرى كيتصرفها يعني العملية ما كتكونش سليمة خصوهم ياخذوا علبة علبة كاملة تكون فيها خمسين خمسين كمامة ولا أربعين ولا ثلاثين ولا خمسة وعشرين حسب كيفاش كيتم يعني كوموالي بروبوزي ياخذها ويستعملها أرى عنده 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 دائما خصو يستعمل الكمامة على طبيع الحال إذا كشي علاش الكمامات خصو تكون بواحد شكل يوافر وخصو أن حاول توفر عن الجميع وكمية لي هي كبيرة وخصو يكونوا إنتاج لي هو كبير خصو يكونوا إنتاج كبير لي يقدر أنه يستوعب طلب ديال الشعب المغربي ولكن لازم باش نذكروا بأنها مشكلة الكمامة ترى هو مشكل عالمي وراء الدول كبيرة وعالمية وقوة اقتصادية كبيرة ما قدرش توفر عليهم فإلا كان المغريب قدر يوفر هذه الكمامة بهذا التمان اللي هو رمزي فهو دار واحد المجهود كبير خاص الإنسان كذلك يتفهمش شوية من ناحية من ناحية أخرى خاص يكون هناك عمل كبير باش يتم توفير الكمامات على الأقل في مجموعة من الأماكن باش يمكن المغربي أنه يتوفر على واحد القدر اللي يمكن له يستعمله قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي